الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن فلابد أن تعرف متطلبات نجاحها فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنة التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة وأهمها الدين والخلق الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصياهن أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها وأن حسن تبعولها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط بل هو قربة وعبادة لله تعالى ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه اشتركوا في القناة